أول مثال بيقول لي في المتتابعة حهنون المعرفة كالآتي حه 1 بتسوي 7 وحهنون زائد 1 بتسوي حهنون زائد 2 حيثنون أكبر من أو تسوي 1 طيب فإن الحد الرابع يسوي كام طبعا هنا ما قال ليش المتتابعة دي ولا حسابية ولا هندسية ومعرفنيش شكلها وتقريبا كده أنا مايفرقش معايا لسبب طالما قال لك علاقة بين حهنون زائد 1 وحهنون ومديني قيم لنون إن أنا هعوض بيها يبقى أنا كده سهل عندي إن أنا أجيب لحد اللي هو عايزه طب إزاي بيقول لك نون أكبر من أو تسوي 1 يعني لما أحبها تعوض عن نون هتبدأ بكام بواحد هعوض فين في الطرف ده اللي هو حهنون زائد 1 بيسوي حهنون زائد 2 طيب حهنون زائد 1 دي الردبة نون زائد 1 عوض عن نون بواحد يديني حه 2 يسوي عوض عن نون بواحد يديني حه 1 وبعدين برق زائد 2 دي حد تاني طب حه 1 بيديولي بكام بسبعة هعوض هنا يبقى 7 زائد 2 بيسوي كام 9 بالحد الثاني بيسوي 9 هو عوض الحد الرابع يبقى أنت هتعمل تاني عن نون باتنين حه عوض عن نون باتنين 2 زائد 1 يديني كام 3 يبقى حه 3 هتسوي عوض عن نون باتنين يديني حه 2 زائد 2 طيب حه 2 أنا جبته بكام بتسعة يبقى عوض 9 زائد 2 طلع كام 11 واحد يجي يقول لي طيب أنا عندي سهل جدا طريقة تانية غير اللي أنت بتقولها دي طبعا لسه ما جبتش حد الرابع حد الرابع أهو هيسوي هعوض عن نون بتلاتة أنا وقفت عن دل اتنين عوض بتلاتة 3 زائد 1 4 يديني حه 4 يسوي عوض عن نون بتلاتة يبقى حه 3 زائد 2 حه 3 أنت جبته بكام ب11 زائد 2 يبقى كام 13 زي ما قلت يا تاني واحد يقول لي لا أنا عندي حل أسهل من اللي أنت بتعمله ده ويجيبها لي على طول طيب نشيل ده طريقة دي تنشيلها ونشوف الحل التاني واحد يقول لي طيب أنا أدخل حه نون دي جوه بعكس الإشارة يبقى حه نون زائد 1 ناقص حه نون يسوي 2 هتفدني بإيه دي آه ناتج طرها أي حدين متتاليين الردبة الأعلى ناقص الردبة الأقل كده بيديني طالما هم متتاليين على طول بيديني الأساس اللي هو مقدار الزيادة اللي هو 2 يعني معنى كده إن المتتابعة بتاعت دي بتمشي تزيد كل مرة 2 حلو قوي هو مديني حه واحد بكام بسبعة خلاص يبقى سهل إن أنا نجيب الحدود اللي بعديه أول واحد كان سبعة يبقى اللي بعده زود اتنين تسعة زود اتنين حداشر زود اتنين تلتاشر جبتها بطريقة تانية طبعا أنت عندك الطريقتين أنا قلتلك طريقة التعويض أو طريقة إن أنت تجيب لي الدال أو مقدار الزيادة والنقصان في المتتابعة كام عرفت أنا مقدار الزيادة باتنين هبدأ بأول حد اللي هو واحد وأبدأ أزود عليه اتنين جبت الحد الرابع بتاعي اللي هو طالبه مني بكام بـ 13 يبقى اختيارك هنا هيكون كام 13 قدر اختيار بتاعنا 13 الواحد الرابع عدد طرق جلوس أربع طلاب على أربعة مقاعد في صف طبعا لما يكون عندي أربع مقاعد في صف يبقى هنا فيه أولوية الترتيب دي مهمة بمعنى إيه يعني يعني مثلا نفرض أن الصف ده قدامي قاعدين كمثلا أنا قاعد كده أو الستاند بتاعنا كده والكراسي ورا بعضها كده فطبعا يبقى فيه أفضلية لللي يقعد في الأول عن اللي بيقعد في النص عن اللي بيقعد في الآخر تمام يبقى هنا فيه طالما فيه أفضلية يبقى عندي عدد الطرق الطالب اللي هيخش الأول قدامه كام فرصة للاختيار أربع فرص يبقى أول واحد أربعة طب و تاني واحد هيدخل يلاقي فيه كرسي تحجز يبقى قدامه كم كرسي تاني تلاتة طرق الاختيار بتاعته كام تلاتة يبقى أربعة في تلاتة دي طرق اختيار الحد التاني طب الشخص التالت اللي يدخل هيلاقي قدامه كرسيين تحجزه وفيه كرسيين تانين يختار بينهم يبقى فيه اتنين آخر واحد ما قدامهش اللي فرصة واحدة للاختيار يبقى واحد يبقى طرق الاختيار بتاعته كام أربعة في تلاتة في اتنين في واحد اللي كنا بنقول عليها مضروب أربعة يبقى انت عندك السؤال هنا في مقاعد في صف أو في دائرة السؤال عندي هنا في صف هنشوف الإجابة بتاعته وبعدين نقول بتاعت الدائرة طيب أنا قلت هنا كده الإجابة بتاعته كام أربعة في تلاتة في اتنين في واحد سواء كان جايبة بالشكل ده أو في صورة مضروب مضروب أربعة اللي اختيارين عندي هو مختار جابها لمفكوكة يبقى هو ده طيب لو في دائرة لو هم أربع طلاب يبقى بقلل بنقص واحد من العدد يبقى الناتج عندي طرق الاختيار أو طرق الجلوس مضروب ثلاثة يبقى لو في صف مضروب نون لو في دائرة مضروب نون ناقص واحد يبقى هنا كده في صف يبقى مضروب الأربعة اللي هي مفكوكة أربعة في ثلاثة في اتنين في واحد ويبقى كده اختيار بتاعنا